اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين بين السياسة والامن علاقة ازداد قوة يوما بعد يوم ويزداد معها الساسة والقاد الميدانيون ايمانا بان وحدة المواقف هي التي تحقق النجاحات والكل هنا يأمل اعلان النجاح الاوسع والاشمل المتمثل بعادة ازاء الوطن المقتصبة الى حضر حاضنة العراق انباء متسارعة تصل من صلاح الدين والانبار بتحقيق انتصارات متلاحقة والانباء الاهم تتجسد بوحدة ابناء الشعب بقواته الامنية وحجده الشعبي وافواج ابناء العشائر في مواجهة شداد الافاق من الدواعش وفي هذه الاثناء الكل يتطلع الى ان تنتهي خلافات الساسة وان يعود الصف الوطن موحدا يستوعب جميع الاراقيين بلا تفريق هذه المحاول وسواها سنفتح ملفاتها الساخنة في المشهد الاخير مع شخصية سياسية مستقلة خاضت تجارب مهمة ولعبت ادوارا في تقريب المواقف رحبوا معي مع النائب السابق والمستقل الاستاذ أهلا وسهلا بك استاذ عزت في برنامج المشهد الاخير استاذ عزت هذا اليوم نبدأ بالمشهد الاخير وايضا المؤشرات العسكرية في الافق العسكر والسياسي وكيف تشخص علاقة تلك المعطيات بسقف الحرب على الدواعش شكرا لك يولي قناة الرشيد المؤقرة أشكرك على هذا اللقاء الحقيقة اليوم المشهد ينفصل يعني المشهد السياسي بعيد بشكل وآخر عن الميدان نعم المشهد السياسي انتكاساته تتواصل نعم وحلقة اليوم في عمر السياسة في العراق لا تنفصل عن حلقة البارحة نعم من مسلسل الساحة السياسية والوضع السياسي العراقي منذ 2003 حتى الآن السياسيون لا زالوا يتنافسون على الفشل في الحقيقة نعم وصفحة السياسة منذ 2003 حتى اليوم أريد أسأل هل كنت أنت في يوم من الأيام جزء من هذه الانتكاسات؟ أرجع أقولها ما يخالف أتكلم عن هذا الموضوع أقول هذه الصفحة الصفحة السياسية منذ 2003 حتى اليوم يجب أن تطوى إلى الأبد بوجوهها وخاصة خطها الأول وبدرجة وأخرى خطها الثاني لأن هؤلاء الساسة منذ 2003 حتى لحد الآن لم يؤتونا إلا بالنتائج التي نعيشها اليوم على مستوى الأمن ثلث العراق محتل تعبث به داعش على مستوى المال المال مسروق ومنهوب والمتهم مجهول للإقامة لأسف الشديد وإن كان واضحا ومعلوما والاقتصاد منهار والخدمات منهارة لكن أنت تحدثت عن نقطة مهمة جدا إطواء هذه الصفحة وتغيير الوجوه السافة الأول والسافة الثانية منه سيكون البديل؟ أقول يوازي هذه الصفحة السوداء في تاريخ العراق صفحة سوداء؟ طبعا الصفحة السياسية من 2003 إلى اليوم صفحة سوداء وللأسف يقال الآن نقطة شائعة في الشارع العراقي واحد يسأل الثاني يقول له شلون كان صدام يقول له قاتل مجرم سارق إرهابي ذبحنا دمرنا قال له وذول شلونهم؟ قال له لعنة الله والديهم بيضة وجه صدام وهذه هي الحقيقة الآن حديث الشارع العراقي عن من يدير السياسة في العراق هو هذا الحديث وأعتقد يجب أن يخجلوه أيضا يقابل أو يوازي لكن أريد حتى لا نفهم خطأ يعني أريد أن نتكلم عن موضوع يعني صدام كان سيء وهؤلاء أسوأ لو أم كان صدام أفضل مثل ما تقول لا أفضل لا يمكن أنا ما تكلم ما قلت أفضل كان سيئا قاتلا سارقا لكن يفهمك لا واضح دولة بيضة وجهة لأنه كانوا أسوأ من عندها واضح على الأقل يعني بوجود صدام كان هناك دولة الآن لا توجد دولة لكن نفهم من كلامك سيد أرزة الشابندر هاليوم أنت معارض الكل هاليوم تتحدث عن الكل يعني ماكو هناك يعني وجوه بيضاء تتكلم عنها أرزة الشابندر وفي السابق كان صديق الكل وتتكلم عن بعض الوجوه في العهد السابق بإيجابية نعم خليني أكمل وبعد أن أجل سؤالك هذا أيضا قبل ما خليك أكمل كنت تمتلك أو تمتلك منهج له هذا كلام يعني لا سياسي أنا شوفي التجارب السياسية لا تقص بسنة أو اثنين أو خمسة وحتى عشرة يعتبر هو الحد المعقول لتجربة سياسية أنا كنت شريك في العملية السياسية وأحد أحد الذين يحاولون إنجاحها نعم ولكن حينما يعجز هذا الرجل أو هذه الفئة أو هذا الطرف عن إنجاح هذه العملية السياسية ودفعها بالاتجاه الصحيح إما أن يبقى جزء منها أو يطلع من عدها نعم دوري السياسي لا يأتي من خلال كوني نائب أو لا والكل يعرف أنه لا دور نيابي واضح كان لي كان أكو دور لعزة شابندر نعم مو كنائب صحيح يعني عزة شابندر دوري كسياسي ولازال هذا الدور وكان يلعب دور خلف الكواليس ليس الكل يعرف هذا الشيء وكان هو من يعمل على التوافقات السياسية الداخلية والخارجية لبعض السياسيين أنا كنت مساهم كبير مو كبير مساهم على قد حالي خلأ أقول من أجل إنجاح التجربة السياسية ولكن يد واحدة لا تصفق أنا اليوم بريء من هذه التجربة نعم بجملتها وتفاصيلها أقول يقابل أو يوازي هذه الصفحة السوداء هناك صفحة بيضاء مشرقة هي الميدان نعم الميدان اليوم أبناء العراق بشيعتهم بسنتهم بجيش بما تبقى من جيشهم وشرطتهم بالحشد الشعبي هذا المد الشعبي الجارف والجبار نعم والذي يجب أن ندعمه ونهذبه أيضا نعم وناخذ للطريق الصحيح هذا يسجل صفحة مشرقة للعراق والعراقيين وفي تقديري وللعملية السياسية وللعملية السياسية وسيكون وهذا هو الخطير الذي يجب أن يحسب حسابه السياسيون نعم وهم يحسبون الآن نعم هم أكون معادلة كل ما اقتربوا من الميدان ساء الميدان حينما كان السياسيون هم الذين يديرون الميدان والجيش والشرطة والأمن والمخابرات هزم الجيش والشرطة والأمن والمخابرات بخطوة واحدة من داعش نعم ولكن حينما ابتعدوا عن ذلك من تقصدهما؟ أساسة أساسة كلهم شركاء من وكيل وزير إلى وزير من أي طرف سني شيعي كردي عربي حسب هذه التقسيمات والتصنيفات البائسة التي اخترعوها وارتضوها ورسخوها نعم كلهم شركاء في الفشل لا نعلق أحنا يعني فشلنا على شماعة رجل واحد نعم اليوم التحسن في وضعنا الأمني سيعيد للعراق عافيتة الوطنية نعم سجليها هاي علي نعم أيضا سجلها لأن سجلت عليك شغلات راح أتكلم بيها قبل الانتخاب نعم حدث عنها لكن أجيك عليها بعدين سيستعيد العراق عافيتة الوطنية بل سيستعيد موقع في المنطقة والعالم نعم لأن محاربة الإرهاب نعم هي حرب كونية مش حرب محلية نعم والعراق ومقبرة الإرهابيين في كل العالم سيكون العراق لكن أتحدث عن هذا أتحدثت عن الحرب الكونية اللي راح تكون هذا اليوم دور أو تأثير الدولي لنتحدث أمريكا وإيران هذا اليوم شنو دورها بالعراق هذا اليوم إيران تمسك الأرض وأمريكا تمسك الجو يعني الكل يعرف هذا شنو نتحدث عن هذا الموضوع هل هذا التلاحم اللي موجود يعني بعد الخلافات الكبيرة بين إيران وأمريكا التحد لمواجهة داعش أم هناك يعني أهداف أخرى سيد الشابن أنت جبريني شوي أتحدث بإطار أوسع أشمل صدقيني المعركة بين إيران وأمريكا ليست العراق 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 هو الممر لمعركة خطيرة ومهمة وعالمية إيران ما عادت اليوم إيران الثورة التي تسعد حينما تمتد ثورتها إلى محافظة من محافظات دول الجوار ما عادت إيران الثورة اليوم إيران أخرى نعم اليوم إيران الدولة تعرف شي تريد والعراق بالنسبة إلها ولأمريكا هو ممر أمريكا في كل ما تفعل في العراق وسوريا ولبنان وكل مواقفها في دول المنطقة والعالم إنما تدافع عن أمن إسرائيل نعم ولو فتشنا بدقة عن المواقف الأمريكية التي قد أحيانا يتخلون عنها بشكل وآخر لأن هناك صراع أمريكي إسرائيلي في بعض الأحيان يحصل ولكن المصلحة الإسرائيلية تتفوق نعم شفنا قبل كم يوم لما الإدارة الأمريكية ما كانت مرحبة بخطاب نتنياهو في الكونغرس نعم لكن جاء نتنياهو وخطب ودحر أوباما وانتصر نتنياهو في الكونغرس الأمريكي ليش؟ لأن أوباما راد شوي تنفس بعيد عن مصالح إسرائيل يعني أوباما وسل الإدارة الأمريكية رادت تتنفس قليلا لمصلحة أمريكية لكن الشعب الإسرائيلي أيضا ما كان قاضي بخطاب نتنياهو قسم من الشعب الإسرائيلي ولكن النتيجة النهائية نعم نسبة الأعلى نتنياهو زادت شعبيته وانضموا لكثير من الأطراف اللي كانوا معارضين إلىه نعم وأوباما اندحر وشعر بالضعف والآن والكونغرس قام بكل وقاحة يصفق لنتنياهو مرات وقوفا نعم فأقول أمريكا ما يهمها هواي العراق هي كأمريكا يهمها العراق واحدا موحدا مستقرا نعم نعم لكن إسرائيل لا تريد العراق واحدا موحدا مستقرا خلينا نشوف السلوك الأمريكي هذه مسألة مهمة إذا يسمح برنامجيك أتكلمها أنا نعم المصالح الأمريكية معروفة لكن قبل ما تكمل لي أريد أعرف الهدف الأمريكي أتحقق بالعراق أو الهدف الإيراني يعني أتحدث لي بكل صراحة معروف بصراحتك هناك صراع أمريكي إيراني كل يريد أن يحقق هدفه أمريكا المنتصر هذا اليوم أمريكا أقول أمريكا تريد من العراق أن يكون سدا منيعا بوجه التواصل البري بين إيران وحزب الله هذه الحقيقة أمريكا تبحث عن أمن إسرائيل أمريكا تريد عن طيق دولة لداعش لو عن طيق قليم سني تسلمي بارك الله فيك أدها خيارين فعلا إما عن طريق قليم سني وهذا هو ما تريده وإذا رفض السنة ذلك أن يكونوا أداة طيعة بيد أمريكا وإسرائيل فستلجأ أمريكا لدولة لدولة داعش بين محافظات سورية ومحافظات عراقية هذا الخيار الثاني لأمريكا خذيها مني وليسمع أخي المشاهد أمريكا تريد الآن من مشاركتها في هذه الحرب إقناع السنة أنهم مكون مظلوم ومكون صاحب مطالب حقيقية ومشروعة والحل هو أن يكونوا أقليما إذا صار أقليم سني رح يصير مثل أقليم كردستان يصعب على العربي أن يدخل كردستان وكأنه يدخل دولة جارة ولذلك أقول أمريكا ستختار الأقليم السني الذي يقطع التواصل البري بين إيران ولبنان إذا لم يستجب الواقع لهذا المطلب فستدعم الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها بالمنطقة بكل ما تملك ويملكون يدعمون داعش من أجل إقامة دولتهم لتحقيق هذا الهدف كلام جميل جدا سيدة عزة الشاب أمن إسرائيل أمن إسرائيل لكن خليني أسأل من الجهة الثانية الجهة الثانية هذه أهداف أمريكا وإسرائيل ما هي أهداف إيران الصين روسيا هو خطين الآن ديت بلورون أكو خطين في العالم على المستوى الدولي والعالمي أمريكا وأوروبا يقابله روسيا والصين على المستوى الإقليمي تركيا امتداد لمطامح ومصالح أمريكا وعلى المستوى الإقليمي لتصف الآخر إيران حدثنا عن طموح أمريكا وإسرائيل أريد أعرف طموح إيران حدث لي عن طموح إيران إسرائيل هدف مقدس عدهم إسرائيل هذه هي الحقيقة يخطئ من يتصور أن هدف إيران تجي تشيع السنة في الأنبار هذا نعم هذا كثير تفكير صغير نعم يخطئ من يتصور أن إيران تريد أن تنتقم من العرب السنة الذين قاتلوها في الحرب العراقية الإيرانية ما الشيعة قاتلوها أكثر من السنة نعم لكن أريد أعرف سيد أشابندر الآن العراق يعتبر محور مع من؟ مع أمريكا؟ مع إيران؟ محور ثالث أحسنتي هذا سؤال مهم طبعا هناك من يعمل عامدا متعمدا أو جهلا هناك من يريد أن يضفي على الدور الإيراني صفة الانتقام والسيطرة والاحتلال وقد قابلنا بعض هؤلاء في أربيل وقالوا أن إيران أخطر علينا من إسرائيل بل أن إسرائيل لا يوجد خطر منها علينا الخطر هو إيران هذا السم هذا التثقيف الذي يحاول بعض السياسيين الموجودين في العملية السياسية الآن من تقصد؟ لا يجب أسماء لازم تتحدثنا بكل صرح اليوم أنت تكاشف المواطن العراقي بما يحدث خلف الكواليس أنا أعطي قاعدة هناك خطر حقيقي على العراق كل زين الجبريني على هذا بس هذه ما راح نصالش على طول كل واحد الآن يحاول أن يثير الغبار حاول أن إيران تريد تنتقم من السنة تريد تسوي حرب طائفية تريد تسوي بالسنة تريد تحت المناطقهم كل واحد ينطق بهذه الثقافة ويعبئ بهذا السم هو إما عميل متعمد لإسرائيل ويعرف أو هو صنيعة جاهل لا يفهم شيئا والشعب العراقي يعرف هؤلاء شوفي هذا الزائر الأمريكي شو اسمه اللي جانا جيمسي جسبي مايفل جيمسي هذا الزائر هذا أجبروه الإسرائيليون على أن يعطي شهادة في الكونغرس الأمريكي قبل خمسة أيام أن الدور الإيراني دور طائفي وهدف الانتقام من سنة العراق لم يوافق قال حتى أنت انطباء عن الدور الإيراني لازم يروح للعراق أفهم وقد يكون الدور الإيراني بناء في مقاومة الإيران ولكن هناك عراقيين حكموا منذ البداية أن الدعم الإيراني دعم الهدف منه هو الطائفية والانتقام من مكون معين هذا اللي وجود له وعلى إيران لكن هذا يفهم من كلام مكنونية الإدارة الأمريكيينية واضحة يعني من العراق أكيد واضحة يعني تريد تفهم قبل ما تفهم على أمريكا تريد مو الإذلالة ما هذا الرجل مو بالضرورة وأنا أتوقع لأنه ما يبقوا بمكانه خذها مني هاي همسج ليها ليا هاي همسج ليها ليا هذا ما يبقوا بمكانه لأنه مهني منصف نعم وقال أنا ما أقدر أنطي توصيف للدور الإيراني إلا أصل إلى العراق نعم وأشوف وقد يكون دوره توصيف الحقيقي للدور الإيراني إلى اليوم ما سمعت شيء مو منصف من عنده أفدا تحدث سكت عن الدور الإيراني ولكنه تحدث عن الدور الأمريكي لكن الكل يفهم الكل يفهم هذا اليوم سيد عزة الشابندر أن هناك تعاون أمريكي إيراني لمحاربة داعش أن الكل يفهم وأيضا اللي شاهد تصريحات الإدارة الأمريكية بالانتصارات اللي حققها الحج الشعبي القوات الأمنية في صلاح الدين يفهم بأن هناك رضاء من الجانب الأمريكي حول ما يحدث من انتصارات على أرض الواقع بالتعاون مع الحج الشعبي القوات الأمنية وأيضا الدولة الجارة إيران لا هذا مصحيح أمريكا غير مسرورة من الانتصارات التي تتحقق في صلاح الدين وهناك من أبواطها وأدواتها من يحاول أن يصور هذه الانتصارات هي انتصارات طائفية على مكون معين نعم يستشهد بشواهد قد يكون بعضها أمريكا لو إسرائيل سوا هم لا ينفصلون إلا قليلا عن بعض نعم لا ينفصلون أقول ما طيتيني مجال أقول أمريكا هي صاحبة فلسفة المصالح هي أحلى زبون في التعامل نعم لكن هذه الفلسفة أيضا نطبقها بالعراق يعني فلسفة المصالح سمحي لي من نجي نطبقها في العراق أقول أمريكا لأن هي صاحبة فلسفة المصالح نعرفها شي تريد وش وقت ما تريد تريد العراق وقوق الطاقة الطاقة النفطية العراقية إلها بنسبة كبيرة تريد العراق السوق لمنتجها وإذن يخدمها أن يكون العراق واحد هو مستقر صح أو لا الآن المنطق شي يقول المصالح الأمريكية الاقتصادية تحديدا ما عدهم هدف عقائدي الأمريكان ما عدهم هدف عقائدي اللي يحقق لهم مصالح في العراق يصلي يصوم ما يصلي مؤمن لكن هذه كل الأطلاف هذه كل الدول الأقليمية هذا تفكيرها ما خلتيني أكمل يعني أنت حدثت عن الجانب الأمريكي وما تحدثت عن أيضا الجانب الإيراني في هذا الموضوع يعني الاثنين متساوين في أطماعهم ومصالحهم داخل العراق ما خلتيني أكمل ما خلتيني أكمل أقول أمريكا هيش تشتغل من نشوفها تشتغل عكس الاتجاه يعني تشتغل بطريقة ما تحقق مصالحها افهمي أن هذا الموقف إسرائيلي وليس أمريكي مصلحة أمريكا القومية تتطلب أن يكون العراق مستقر وواحد ولكن شغل الأمريكان هو تمزيق العراق سؤال منطقي ليش إذن هذه تناقض ستتكلم عن تناقض ليش يشتغلون الأمريكان عكس مصالحهم الجواب لأنهم يشتغلون بالعقل الإسرائيلي في هذا الموضوع العقل الإسرائيلي إسرائيل تفكر بعقائدية لا تفكر بمصالح إسرائيل كمصالح دولة مدفوعة لها موازنتها مدفوعة في الولايات المتحدة الأمريكية من تاكس المواطن الإيراني وانتهى الموضوع فكم لي هذه مؤشرات تدفع لهذا الموضوع لو هي قراءة شخصية لسيد عزة الشابن لا قراءة شخصية ولكن واقعية يعني لا يعوزها الدليل منطقية شون الدلائل على هذا الكلام؟ على أي كلام؟ على الكلام تحدثت بي عن التفكير الأمريكي الإسرائيلي الستراتيجية اللي وضعوها في تمزيق العراق أقليم سني أو دولة داعشية أو تمزيق العراق شوفي عيني اليهود دوخوا الله سبحانه وتعالى 45% من القرآن الكريم على بني إسرائيل وعلى اليهود واليهود هم صنعوا أمريكا وهم أسسوا نظامها السياسي وحينما بهاي السبعين ثمانين سنة اللي فاتت اليهود بروا بتلاث قراحل الأولى أن يوجدوا وطن قومي وأوجدوه طبعا اختاروا لهم البريطانيين والأوروبيين أغنى بقاء العالم أن يأسسوا لهم مطنهم ما قبلوا رادوا فلسطين لأنهم بقياسهم عقائدي وتوراتي المرحلة الثانية اللي مروا فيها بعد أن وجدوا وطنهم القومي هو أن يسووا محيط آمن المحيط العربي كان محيط معادي لإسرائيل فركعوا العرب ووقعوهم على معاهدات سلام بالبسطال الإسرائيلي وركع العرب وصار السلام مرحلة الثانية المرحلة الثالثة اليهودي لم يطمئن لم يطمئن لأمنه بمعاهدات سلام موقعة راد يفوت بمرحلة أخطر وهي أن يكرسح العرب فيما يسمى بالربيع لكن أنت تتحدث بهذا الكلام تنظر انطباعا أن العرب هو من يعني يمشي وراء إسرائيل لشي يحتاج لشي يحتاج للمعاهدات يعني ما جيبي لبلد ما وقع معاهدة سلام مع إسرائيل سوريا فقط حافظ الأسدل لم يوقع معاهدة سلام ولكنه وقع ما هو أخطر وهو ينتظر التوازن استراتيجي مع إسرائيل حتى يخوض معها حربا وإذن بي حرب غير منظورة لم يوقع معاهدة سلام صحيح فإسرائيل لم تطمئن لهذا الجو العربي المتخادل لأن قد يأتي قائد عظيم وكبير نعم يغير هذه المعادلة فدخلت بالمرحلة الثالثة وهي أن تكرسح العرب بالربيع العربي عن طريق أدواتها قطر ومثيلات قطر نعم في المنطقة ونحن نعيش هذا اليوم أفهم من كلامك سيد الشابندر أنه داعش صنيعة إسرائيلية داعش مش صنيعة إسرائيلية داعش صنيعة فكر وفق متحجر ومتخلف ومنحرف عن الإسلام استغله اليهود وصنعوا منه واقعا مؤثرا وشيئا مدمرا في المنطقة وضح لي شنو تقصد بيها بتهليل يعني داعش تسبق وجود إسرائيل تسبق وجود دولة إسرائيل داعش من ميتين سنة لما محمد ابن عبد الوهاب نعم تحرك بفكر ابن تيمية والتقى بمحمد ابن عبد العزيز بالدرعية بالجزيرة العربية وسووا توأمة نعم بين الآل سعود الغزاة الأقوياء الأشداء الذين لا يصنعون ولا يزرعون يغزون فقط ويعيشون على نتائج الغزو وبين الفكر الوهابي الذي يحلل لهم قتل الآخر نعم وسب نساء الآخر نعم وسرقت ممتلكاته تحت عنوان التكفير نعم هذه قراءة شخصية هذه قراءة شخصية يعني اللي اتكلمت بي يعني في السابق قراءة شخصية للسيد عزة الشابندر وتوقعات يعني ماذا سيحدث في المستقبل لكن دعني أتكلم عن أرض المعركة هذا اليوم الانتصارات الكبيرة اللي حقق أبناء الحج الشعبي قواتنا الأبنية أيضا أبناء العشائر يعني كثير من أبناء العشائر في هذه المناطق انخرطت مع الحج الشعبي وتلاحمت الدماء هذا اليوم للدفاع عن أراضيهم وأيضا القتال ضد داعش لأن أصبح داعش تهدد أمن كل العراقيين مسيحي سني صابقي شيعي كردي الكل هذا اليوم مهدد من داعش لكن خلينا نتحدث هذه الصولات والجولات وهذه الانتصارات بسواعد الأبطال وأيضا سواعد أبناء العشائر اللي موجودة في هذه المناطق جميل جدا أن نسمع عنها لكن أيضا هناك بعض الخروقات يعني تحدث كثير من أبناء هذه المنطقة عن خروقات وأيضا يمكن يوم أمس شاهدت فيديو يعني مؤلم جدا لبعض ما يحدث هناك يعني أكيد أكو بعض السيئين من دستين حتى يخلقون أو يرجعون للطائفية أو يخلقون فتنة طائفية من خلال هذه الأعمال المسيئة يعني لأبناء المنطقة الحشد الشعبي حتى يكون نموذج راقي نطمئن لكل ما يفعل إراد الوقت وأنا متيقن أنه يتخلل هذا الحشد ناس مغرضين مسيئين أحيانا مو مغرض ولا مسيئ منتقن مشبع بثقافة الثأر والإنتقام يعني قتل أخوه قتل أبوه من قبل داعش وأعوان داعش وثقافة الثأر ثقافة لازالت ماثلة في شخصياتنا وفي انفعالاتنا ولا أستبعد أنه سيفعل نفس ما فعل الآخر بأبيه أو أخيه أو ابنه نعم يفعل نفس الطريقة فلا أريد أن أبرأ الحشد الشعبي ولكن يحتاج وقت بكل صراحة سنتين أو سنة غير كافية لإخراج حشد شعبي يمكن أن يكون نموذج للمقاتل وللمتشرع في قتاله أفهم من كلام قالت نحتاج سنة سنتين يعني سيدة شابندر يعني يعني راح تطول المعارك إلى سنة سنتين حتى نحرع راضينا لا بس الحشد الشعبي مو دوره يحرر منطقة ويرجع البيت أهله الحشد الشعبي سيكون له دور مهم في بناء العراق الجديد نعم طبيعي نعم لكن وانا بس أريد تطيني نص دقيقة نعم أتمنى الحشد الشعبي سينجح في تحريص صلاح الدين نعم وهو على بواب تكاريت سينجح وسينجح في تسطير ملحمة اختلاط الدم نعم الدم العراقي سنة وشيعة وسيعطي نموذج رائع نعم الذي أتمناه على من يدعم الحشد وهو إيران أن لا تخطئ إيران تدعم الحشد نعم إيران تدعم الحشد من خلال اتفاق مع الحكومة العراقية نعم مو بكيفها يعني ما عندها الثلاث بالحشد مباشرة من دون المرور نعم بقنوات الحكومة العراقية إيران دعم دعم أساسي يعني هناك الكل يعرف التحالف الدولي هناك اتفاقية ستراتيجية أمنية لدعم العراق من خلال الغطاء أو من خلال التحالف الدولي هل هناك اتفاقية ستراتيجية أيضا مع إيران لدعم الحشد الشعبي لا هناك موقف للحكومة العراقية بقبول الدعم لهذا الحشد من أي قوة إقليمية أو دولية كانت ومن دون شروط إيران تقدمت بهذا الدعم من قول للهلا سؤال إيران قالت إحنا ندعم هذا هذا الحشد من قول للهلا أنت كرجل يعني معروف بصراحتك نعم سيكون هناك هدف لإيران من خلال دعم الحجد الشعبي هذا اللي أريد أقوله يجب أن تثبت إيران شهادة حسن سلوك في معركة صلاح الدين نعم هي مساهمة في تحقيق صلاح الدين ومساهمة كبيرة نعم أتمنى عليها حينما تتحرط صلاح الدين تقولهم الأهل صلاح الدين هذه منطقتكم لكم نعم وأني أشكركم يعني ما راح تكون تغييد الديمغرافي أبدا مثل ما تحدث بعض السياسيين تغييد الديمغرافي هذول هم عملاء إسرائيل اللي يتحدثون هذا التالي مقدتي لي منهم هو هذول اللي يحشون هذا الحش هم عملاء إسرائيل بالمنطقة وفي العراق إذا نجحت إيران في إثبات مصداقية وشرف في موقفها من العراق ستنجح الخطوة في الرمادي نعم لأن أهل الرمادي سيثقون بها نعم لا بد أن نعترف أن هناك أزمة ثقة بين سنة العراق وإيران نعم أزمة الثقة هذه خلقتها يمكن هذه الأزمة خلقتها الصراعات السياسية بالسابق يعني اللي شهدها العراق وأيضا الطائفية المقيتة اللي كانت موجودة يعني وأدت إلى يعني أغلب عوائن العراقية شيعة وسنة وأيضا مسيحيين وكلهم اتعرضوا إلى النار الطائفية خليت حدث بكم سيد الشاب إذا هناك أزمة ثقة تاريخية يراد الحديث عنها فهي بين النجف العراقية وقومة الإيرانية ما كان يوجد هناك أزمة ثقة بين سنة العراق وإيران لكن الصراعات السياسية ما خلقت هذه الأزمة لا لا عفوا الحرب العراقية الإيرانية المفتعلة اللي سواها صدام وخلف أمريكا وأوروبا وإسرائيل أيضا ضد إيران هذه سوا الدم بين الإيرانيين والعراقية التثقيف الإعلام الصدامي في ذلك الوقت عبأ أهل السنة تعبئة مش طبيعية بأن هؤلاء فرس ومجوس وفارس وصفويين ما رادي يقول لهم تعالوا نخوض حرب نيابة عن أوروبا وأمريكا ولصالح إسرائيل في النهاية قال لهم أكو فرس مجوس يريدون أن يستعيدوا أمجاد القادسية يريدون يهاجمون العراق فأقول هذا الدم الذي أريغ في الحرب العراقية الإيرانية وهذه التعب أما للآلة الإعظامية الصدامية المرعبة سوت انطباع سيء بين سنة العراق وإيران وأصبح يعني والانطباع في كثير من الأحيان يتفوق حتى على الحقيقة نريد من إيران أن تلعب دورا إيجابيا ومهما من أجل إزالة هذا الانطباع حتى يكون العراق عراق مو عراقستان عراق ظهير لها في حربها الكونية ضد إسرائيل في النهاية لكن سيادة الشابندر نريد نتحدث عن التوافقات السياسية المرحل والثاني لكن قبل ما نتحدث لدينا تقرير شاهده وبعد نتحدث عن التوافقات السياسية ونكمل حديثنا هل نشاهد هذا التقرير وثيقة الاتفاق السياسي هي الشريان النابض للعملية السياسية وبتطبيقها تسترد البلاد عافيتها هكذا تحدث الفرقاء الأصدقاء قبل تشكيل الحكومة لكن وما بعد أن تشكلت الحكومة حتى عادت الخلافات تعصف من جديد بين الكتل السياسية بعض المراقبين رأوا أن غياب الإرادة الحقيقية بين البعض أفرز تلك أن وهذا يؤثر بشكل واضح على تطبيق البرنامج السياسي لحكومة العبادي إذا تحاونت الكتل السياسية وخاصة الكتل دائما اللي زعلانة خلي نقول ترضى شوي تنطع على نفسها شوي وتميل على نفسها ومو وقت زعل ووقت اعتراضات ووقت انسحابات ووقت هذه أنتم ما ردتم خلنكون بصراح رقيتوا على المالك ورجل راح المالك قعد هس جاكم شخص أنتم اختاريته واتفقته عليه ساعدوا حتى شوف دربة ساعدوا حتى يعني يطبق بنود الاتفاق السياسي البعض الاخر كان متفائلا بتطبيق البرنامج السياسي وان خطوات الحكومة بالتغيير بدأت بالفعل هذه الشروط اصبحت يعني نص نفذ ونص الاخر على ضوء الاحداث التي حثت بالعراق اصبحت معطلة او شبه معطلة ولكن دولة رئيس الوزراء العبادي من خلال برنامج السياسي اعتقد هو يتجه الى تقويم عملية سياسية والحفاظ على الكيانات السياسية داخل العراق من خلال انفتاحها على جميع الكتل السياسية ومن خلال تصرفات التي مضت طيلة هذه الفترة السابقة اللي هي خمسة اشعر او اكثر هذا يدل على انه العبادي صار على ان تكون هناك وحدة وطنية وتكون هناك قرار سياسي موحد يشار الى ان وثيقة ضمنت بنود عدة ابرزها قانون المصالحة الوطنية وقانون الحرس الوطني اضافة الى حصر السلاح بيد الدولة وبنود اخرى لكن السؤال هل ستلتزم حكومة العبادي بتطبيق هذه البنود هذا ما ستجيب عنه قادم الايام لبرنامج المشهد الاخير حسن فالح شاهدنا سيارة الشاب اندار هذا التقيير اللي عد زمينا حسن فالح واللي تكلم بي على الاتفاقيات السياسية بين الكتل هذا اليوم الحكومة العراقية تشكلت وفق اتفاق سياسي بين الكتل لهذا اليوم المكون السنية واتحاد القوى وايضا الكتلة تلاف الوطنية يعتقد ان بعض الشروط التي وضعت لتشكيل هذه الحكومة وتم الاتفاق عليها لم تتحقق لهذا اليوم يعني نفهم هل هناك راح يكون في الايام القادمة تنفيذ لهذه البنود المساءلة والعدالة قانون الحرس الوطني وايضا قوانين اخرى تم الاتفاق عليها لتشكيل الحكومة اقول ليش حقيقة مرة ما يخالف تحمل كل الاطراف السياسية الحالية و ما تم التوافق عليه بما يسمى يسمى العهد السياسي الاتفاق السياسي الاتفاق السياسي هذا يعبون بالوقت الضائع مفردات الاتفاق السياسي الوقت الضائع شو تقصد وما دا يلعبون الاطراف السياسية تلعب بالوقت الضائع لا توجد دولة عراقية الان توجد مكاسب يتقاسمونها توجد سلطة اتفقوا على ان يتقاسمونها لا توجد دولة توافقوا على أنت متشائمونها لا أنا متفائل جدا بس خليني أكمل عباراتي لا توجد دولة اتفقت الاطراف السياسية على إدارتها توجد سلطة اتفقت الاطراف السياسية على تقاسمها والسلطة هي المال والمن مفع والنفوذ لا استثني منهم أحدا كل شيء ما الاتفاق سياسي ما اتفاق سياسي المصالح الوطنية نعم العفو العام مسالة والعدالة لكن لم يتم أي شيء من هذا اليوم يعني الحارس الوطني ها كلها عنوين يملؤ فيها الفراغ لا يوجد طرف واحد يحدد موقف من هاي المفردات الأربعة إلا من خلال مصلحته وليست مصلحة الوطن مصلحة المكون لانتخبه يعني لا مصلحة حتى الحزبية من دون المكون لا يوجد أحد حريص على المكون كلهم يتاجرون بالمكون المكون ضحية بس شيعتهم وسنتهم صدقا هذا أنا أقول ما أعيش وما رأيت وما لمست من يقف مع المسائلة والعدالة أن تستمر لمصلحته من يقف ضدها ولازم تزاح مصلحته هو من يقف مع العفو العام هو لمصلحته ليس لمصلحت المظلومين الرازخين في السجون ومن يقف ضد العفو العام لمصلحته هو لا يوجد هناك فكر بالوطن والمواطن لا يوجد سياسي يحمل هم الوطن والمواطن الدولة العراقية تتكون الآن في ساحة القتال هذا كله هواء في شبك هذه الطبقة ستزول سيلفظها العراق عاجلا أم آجلا فأنا هذا شوفي عيني كل صراحة لا يتذوق نفسي لكن هذا اليوم المواطن الذي يعرف الاتفاق السياسي المواطن يجب أن يفهم على أساس شكلة الحكومة العراقية هذا اليوم تكلمت أنه الكوليد ومصلحته بعيدا عن مصلحة المكون اللي انتخبه تنطي إحباط لهذا الإنسان الضحية اللي اليوم عندنا ما شاء الله مليونين ونصف نازح يعني بسبب الصراعات السياسية اللي دخلت لنا داعش وأيضا بسبب المصالح الشخصية هاي تبصر اللي داحتي يعني بصر الناس وفهمهم حقيقة أنه ذو الذي يضحكون عليهم ها هي الحقيقة لكن أنت كنت جزء منه كنت جزء منهم سيدة شابندر أنا كنت نائب أنا كنت صحب قرار كنت جزء منهم سيدة شابندر دعني أتحدث عن نفسك أنت سيدة شابندر أنت دخلت إلى البرلمان السابق بمقعد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي نعم بعد ما دخلت قلبت على أو عملت لسيد نوري المالكي وكنت تروج له في الفضائيات لفكر نوري المالكي ولدولة القانون بعدين السيد عزة شابندر بيوم وليلة قلب على السيد نوري المالكي وصار من ألد أعداءه ويطلع يتكلم في الفضائيات كلام يمكن المواطن كان يستغرب منه بسبب موقف المتقلب لسيد عزة شابندر فهمني النقطة حتى يفهمها المواطن أشكرت جدا أولا موقفي غير متقلب أنا كنت في العراقية أنا أسأل تساؤلات مواطن معلش أنا كنت في العراقية وأصبحت في دولة القانون وهذا ينطين طباع أكثر يعني بتغيير العراق طيب تخليني أجاوب لو تخليني أجاوب فضل سيد عزة وجود فكري وثقافتي ومواقفي بالعراقية نفسها هي في دولة القانون المختلف زعيم دولة القانون هنا أيات زعيم دولة القانون هنا المالكي كنت أعارض أياد علاوي وأنا في العراقية وعارضت المالكي وأنا في دولة القانون أنا مو شخصية ما كواء يعني لا أياد علاوي صانع تاريخي ولا نور المالكي صانع تاريخي ولا النيابة اللي يعطاني إياها نور المالكي لا هي طموحي ولا هي اللي سوتني اطلاقا لكن أريد أعرف بكل صراحة شنو السفقة اللي تمت بينك وبين سيد نور المالكي حتى تأخذ هذا المقعد لا توجد صفقة هناك قانون قانون الانتخابات يعطي الحرية لرئيس الكتلة أن يعطي مكانه لمن يريد من المرشحين لكن كنت أنت المفضل سيد شابندر يسأل هو ليش أعطيت العزة لشابندر وعطيت لغيره مو أنا أسأل أنا مطالبت لنور المالكي ولا في يوم من الأيام عقدته يا صفقة أنه واني ترى راح أسوي فلان شي تطيني الشيء هذا ما صارت نهائيا صدقا ما صارت لكن البعض اتهمك بأنك عراب الصفقات للسياسيين بتهديد دولة القانون أنت من كنت عراب عودة مشعان الجبوري وأنت من عملت بقوة حتى يعود مشعان الجبوري إلى العراق والسيد عزة الشابندر هو من كان الوسيط لغلق ملفات مشعان الجبوري في العراق وفي المحاكم وفي القضاء وأيضا الملفات السياسية أنصح التعبير أنه أنا عراب فكان أنا كنت عراب مصالحة وطنية ووحدة الموقف الوطني نعم لكن كثير كان عندنا خارج العراق ليش ما كنت عراب مصالحتهم إذا بس أنت عراب مصالحة مشعان الجبوري شنو اللي كنت تهدف به وإنت طلعت على أحد الفضائية سيد عزة الشابندر وقلت آني أرجع مشعان الجبوري وانتظروني باعث ستشور شنو اللي كنت تريد به باعث ستشور يصير من مشعان الجبوري حتى نفهم نحن شنو كانت الغاية شنو كانت الأهداف من عزة الشابندر أول شيء دوري السياسي وما مقتصر على مشعان دوري السياسي كان هو الوحدة الوطنية منذ 2010 لما بديت أشتغل سياسة في دولة القانون كان كل حركة السياسية من أجل أن أخلق وحدة وطنية وحكومة وحدة وطنية لننجحنا هذا موضوع آخر مشعان جبوري هو مفردة من المفردات عمل السياسي نعم أنا نسألت قبل انتخابات الأخيرة قبلها في يومين أنه أنت لصيق كثير بمشعان وصال لك سنتين تشتغل من أجل إعادته وسبب لك الكثير من الخسائر عند الشيعة وعند السنة وعند الكثيرين قلت لهم راح أبقى معاه قلت انتضروني ست شف قلت لهم اسألوني هالسؤال بعد ستة أشف شنو أنا أريد أسألك هاي صاي أكثر من ست شف هذا مشعان الجبوري اليوم ميدانة الأرض صلاح الدين هو أول رجل وطني شكل حشد شعبي من أهل صلاح الدين لكن خليني أسأل قبل ما تحتيلي على صلاح الدين وعلى كل شي مش عان الجبوري حتى يضرب المكون السني وهو سني هذا كان هدف عزة الشابندر ثقافتي هاي أنا أنا أسألي المكون السني بمن تثقون من الشيعة راح يقولوا للشابندر رقم واحد أنا أضرب المكون السني؟ نعم تحدث لي السنة أهلي السنة أهلي مثل ما الشيعة أهلي وصدقيني حدث لي لو 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 أرشح نفسي في مناطق السنة أجيب من الأصوات أكثر من مناطق الشيعة لا هذا هدف بعيد عن أخلاقي وذوقي وثقافتي مش عان الجبوري رجل مقدام شجاع وأنا في اليوم مصفت إلى النفس قلت لي أنت أخطر ماكينة شايفة بحياتي بس هاي الماكينة إذا تصير على سكة الخير تنتش خير وإذا تصير على سكة الشرط تنتشر هو قال لي هذا أدق وصف وصفتني نقطة مهمة جدا أنت تحدثت نقطة مهمة أنه صدام والحرب الإيرانية هي اللي عبأت الشارع السني العراقي يعني بكلام كان يتحدثون بالصفويين المجوز تحدثت يعني بعبارات ما تليق أن نتحدث بها لكن مش عان الجبوري أيضا كان معبأ بهذه الكلمات وقد تحدث بها على بعض الفضائيات العربية ممتاز والآن يجي يصير وطني ويشكل حشد شعبي رائع يقاتل داعش وهذه هي النتيجة أكون نتيجة غلط مش عان الجبوري أول من كشف أحدا صدقيني لو مو مش عان سبايكر تننسا ينشرب عليه يعني فضل المش عان الجبوري طبعا أكيد هذا اليوم كان ضجة بالبرلمان اليوم كان في البرلمان ضجة لأنه تقرير لجنة الأمن والدفاع تقرير باهت عديم اللون والرائحة والطعم يبحث عن المسؤول عن دخول داعش سبايكر ولا يسأل أبدا عن القتل الذين قتلوا جهارا نهارا بدم بارد أولاد العراق وأبناء العراق هذا هو التقرير ولذلك قائمة قائمة مش عان بالبرلمان ولذلك أنتجت هذه الضجة اليوم بالبرلمان أن هذا التقرير ساحب وستشكل لجنة تحقيقية جديدة في موضوع سبايكر لاذا تريدون أن تضيعون الدم العراقي بهذه البساطة يسأل الأستاذ أخي عزيزي صديقي حامد المطلق يسأل أنه من المسؤول عن أن سبايكر تستباح كمعسكر تسأل من القاتل أيضا أوكي إحنا لا نريد أن نعفي المسؤول المسؤول يجب أن يقف أمام العدالة أيضا ولكن القاتل يجب أن يفلت من العقاب لا لازم الكل يحاسب أحسنتي الكل يحاسب أحسنتي فأنت سقلت لي شنو مش عام بعد ستة شهر هذا مش عام بعد ستة شهر ومقاتل نعم مقاتل في الجرح لكن أيضا أنت كنت يعني تتوقع أن مش عام راح يكون الإيدة ضاربة لصالح المطلق وهذا ما أنتجته هذا اليوم استجواب صالح المطلق والضجة الإعلامية الكبيرة صدقيني هذا مش عام جبوي وصالح المطلق هذا موضوع لم أتدخل به صدقا وليسمع أخي وصديقي صالح المطلق اللي قد يتصور أنه أنا يعني أحد يعني عناصر هذه القصة قصة استجوابه مش عام يعني يقوم بواجبة كنائب شنو واجب النائب هو يراقب ويشرع طيب إذا عنده شبهات حول أداء الأخذ دكتور صالح المطلق في موضوع نعم الناس المهجرين وأموالهم أو النازحين وأموالهم ما إلى حق يستجوب يعني ليش تقوم الدنيا ولا تقعد إذا أكو نائب يقول أردس تجوب وزير أو نائب رئيس وزراء إلى متى هذا يعني هذه الضحالة في ذهنية الساسة ويجون يريدون يقيمون صفقات مع مشعان آخرها نعطيك وزارة نعم منه قام هاي الصفقات أنت صريح حسنا مش عام ما يحشي أنت تحشي منه اللي انطاع وزارة حتى الفريق المحيط بالأخ صالح المطلق من هو منه يعني حسنا الفريق الفريق المحيط ما عليش مجاوبتش يعني يا وزارة راحتكم وكل الوزارات شغلة لا أكو وزارتين مندمجتين بحقيبة الأخ أحمد الجبور لمحافظة صلاح الدين السابق يريدون يفصلوها يعني وزارة مجلس النواب شكل وشؤون المحافظات حقيبتين منفصلتين أجوه يقول له أنا أطيك وزارة بس أترك استجواب صالح طيب ليش أنا أناشد الأخ صالح المطلق يعني 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 يجي للاستجواب هذا الاستجواب سيد أشيا بندر هذا الاستجواب يعني استجواب يعني بمهنية عالية من قبل النائب مش عان الجبوري أم استهداف سياسي للمكون بالتحديد يعني وليش حصية صالح المطلق نائب رئيس الوزراء شوفي أولا مش عان لا يشتر السنة ولا يشتر الشياء بكل صراحة يعني بسبب مواقفه القديمة تخذها لا لا هو رجل علماني لا يعتني بالمذاهب ولا يعتني حتى القبلية والعشارية بالنسبة إلى هي لا تعدي شيء هذه حقيقة أنا صديق أعرف ثقافته وأعرف طبيعته لا العشارية تعني نعم ولا الطائفية تعني أصلا هو مو بهذا اللعين بالوقت بديد أهلنا سيد أشابندر أفهم من كلامك ويفهم المواطن كنت تراهن على مشعان الجبوري قبل عودته إلى العراق وغلق الملفات السياسية والقضائية وأيضا يعادت مشعان على وجه الساحة السياسية كنت تراهن أنه مشعان راح يكون له أجندات تختلف عن السابق وراح يكون إنسان بوجهة نظرك يقدم خدمة للمجتمع ويقدم خدمة لأيضا المكون اللي كان مختلف معه المكون الشيئي كل الذين اختلفوا معي وحاربوني في كل مجال من أجل مشعان اليوم صفقوا لمشعان في مجلس النور خليني لأن ما ظل عندي يمكن دقيقتين أريد أتحدث يعني موجز يعني تنطيني موجز بدون ما ندخل بتفاصيل بدأت سيد عزة الشابندر بالخط الإسلامي وبعدين قلبت على الإسلامية شنو القصة يعني موجز قليل جدا لأنا عندي كم سؤال سريع نعم أولا ما قلبت على الإسلام الإسلاميين نعم أنا ميزت خلال تجربتي الإسلامية من 1967 إلى ميزت بين الإسلامية والتدين نعم يعني كوني إسلامي أو متدين إسلامي يعني أنا أسيس الدين نعم وأجعل من عنده وسيلة لتحقيق هدف شرعه وإقامة الدولة الإسلامية نعم متدين يعني أخاف من الله نعم هل يوم أنت متدين وليس إسلامي؟ أنا بال84-85 اكتشفت أن الإسلام لا يدعو لي إقامة الدولة أبدا نعم هذا من إنتاج البشر وعلاقة الإسلام بالسياسة هو تعبئة الناس من أجل اختيار الحاكم الصالح نعم انتهى نقطة للسطر بسؤل هذا مو عجز هذا مو عجز أو نقص في الإسلام وإنما هذا هو الإسلام هكذا إسلام مظيفة خلق إنسان صالح تفضلي سيد الشابند بعدني متدين بس مو إسلامي خليني أسأل أخاف من الله أكثر منهم كلهم هم لا يخافون الله بس بالعلم بس لا يخافون الله نعم هذا كلامك بس نطيني بكلمة وحدة لأن عندي أسئلة المالكي شنو يعني لك المالكي زعيم مهم نعم حاول أن يسوي مشروع وطني ما ساعد أحد رجع للمشروع الأساسي المربع الأول العبادي العبادي رجل مجديد على الساحة السياسية رجل قديم لكنك وصفته بالضعيف يعني مجاهد قديم لا أصفه بالضعيف قدر ما أصفه أن الوضع اللي ورثه كلش تقت مش عن جبوي في كلمة يعني اللي عندي أسمع مش عن رجل مؤثر حيات جمال الدين يحاول أن يكون مبدع في فهم الدين يحاول أن يكون وأخطأ كثيرا العقيد حسن خليل الجنسي السورية مو عقيد هذا مقدم اللواء حسن خليل نعم الذي كان يقود جهاز الأمن العسكري السوري أنا أحكي فيها ذاك الوقت كان عقيد اليوم لا أنا من عرفته عرفته عميد ولواء نعم هذا رجل مارق نعم كنت تعمل عنده كنت تاخذ راتب راتب من جهاز المخابرات السوري عوض بالله أنا هذا جاوبني بأي أو لا لين عندي أسد أكيد لا أنا هذا هو اللي أنا مشتكي عليه عند بشار الأسد وقلت له هذا صهيوني لا يعمل لصالح سوريا والإعراق مسعود الباريزان مسعود على المستوى الشخصي رجل رائع وفيه من المثل والأخلاق العشائرية اللي تبهر أصدقاء ولكنه يعمل الآن من أجل إقامة الدولة الكردية بطريقة ستودي بالعراق وكردستان أنت متهم بصفقة الفساد بالأسلحة اللي استوردناها مع الروسيا مع بعض الطجار لبنانيين أي أو لا بكلمة واحدة صدق الطبيعة قوة من الحقيقة أي أو لا أنا الشاهد الوحيد لهالصفقة شنو متهم ما يوم من اليوم كنت متهم كلمة واحدة أي أو لا أكيد لا البعث يقول الشابندر يعمل لمصلحته هو متقلب الألوان أي أو لا لا أكيد لوني واحد لكن هناك عمى ألوان عندهم هذه العامري هذه العامري لماذا مهمة اليوم عندي لأنه أكون مفارقة اليوم في مجلس النواب اليوم شرعوا قانون أنه يروح يقاتل مع الحشد يعتبر مجاز والبارحة أسمع بغرابة أنه الوزير السابق العجيلي يدعو نعم الوزير يقول أنه هذا العامري يجب أن يعاقب ويخرج من مجلس النواب أحسنتي لكن هذا العامري هو من السياسيين القلائل حقيقة نعم الذين أثبتوا وطنية عالية ونكران ذات عالي وأتمنى على الساسة أن يقتدوا ولو ببعض منه شكرا جزيلا شكرا جزيلا بالختام عندي كلمة الوطن ابنحنا وأبناء القاتلون بالخمادة دفاعا عن وجودنا وقاعنا عن نسائنا حتى ما تنباع بسوق النخاس وحتى ما يعود البلد إلى القرون الوسطى تحية للذين يقاتلون وهم ما سألين لا على امتيازات ولا على تحسين معيشة وهم عايفين عوائلهم وبعضهم والله يسكن حتى ببيت من تنك وبعضهم يسكن بالإيجار وما عنده يدفع واللي عنده مريض واللي عايف عائلته واللي عنده كومة التزامات دعوة لكل أصحاب الهمة والإحساس واللي عنده محاسيس حية اسألوا عن أولئك الأبطال ضمدوا مواجعهم ضمدوا مواجعهم فبدونهم والله ما كنتم تجسون بمكانكم وتتمتعون بثورات بثروات الدولة ولولاهم لكنتم تقفون بالضد من الواقع السياسي خارج أسوار الوطن المطلوب اليوم من الكل يوقف ويا هؤلاء الأبطال حتى لو بكلمة من أجل توفير دعم معنوي للمقاتلين بساحات المعارف حتى ينسون آلامهم اللحظة اللي يشوفون شعبهم واقف وياهم وينتظرون منهم خبر يفرحهم والله ننتظر خبر يفرحنا وإن شاء الله الفرحة على إيد قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي وابناء أشائرنا الأبطال شكرا لكم مشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة